رحبت مؤسسة حياة كريمة بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية بعد إقرار مجلس النواب له والذي يهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع سعيا لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية وأشهدت مؤسسة حياة كريمة بهذا القرار معربة عن فخرها بكونها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسيه مشيرة إلى مساهمتها في تأسيسه منذ مارس 2022 ضمن مجموعة من أهم مؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل بدون كلل للوقوف على كل احتياجات المجتمع المصري